هواها مصري على الراديو تسين سعين لسا حمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وزي منوهنا في بداية الحلقة ان جامعة المنصورة بتحتفل بيليوبيل الزاهبي جامعة المنصورة دايما متميزة في حاجات كتير جدا وتمد المجتمع المصري بهاي التدريس محترمة جدا بمراكز طبية محترمة جدا متخصصة كمان في حاجات زي الكولة او الكابت زي ما قلت لحضراتكم وبتفيد سواء المرضى او سواء المجتمع المصري احتفالها بيليوبيل بقى كمان المراضي مختلف يعني مش هيعم حفلة عشان نحتفل بيليوبيل الزاهبي لا هيعملوا مجموعة من الاحداث والفعاليات على مدار السنة يتقدم منها خدمات كتير جدا تتوافق بقى مع ان الجامعة تبقى من الجيل الرابع فعلا للجامعات وده اللي حين نشوف الصراحة من تطور هاء اللي بيحصل في الجامعات المصرية يتماشى بقى مع الجمهورية الجديدة خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الاحتفال بليوبيل الزاهبي من دكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة يا دكتور مسائل فل اهلا اهلا مسائل نور از رئيزة ومنفردة في اه مجالات كتير الصراحة وتخاصصات اكتر الله ينخليك الفكر مختلف هنا دكتور انك حاجة عايز تعمل الاحتفال بليوبيل الزاهبي بس احتفال مفيد اي انا بسميه كده مش احتفال بس مجرد ان حفلة ان اه هيئة التدريس وحضراتكم تحتفلوا بالجامعة لانتوا عايزين تمدوا المجتمع كله بالاحتفال بالضبط كده هو عبوس حراكة الاول من الاحتفال والتوصيق للتاريخ انه ده مهم جدا ان احنا يبقى فيه الاحداث التي مرت ديها الجامعة ويعني منذ بدايتها انه وصقها وتبقى موجودة كمفجعية في اي وقت الناس ترجع لها حاجة التانية ودي برضو مهمة جدا انك انت تسهم او تبرز الاسهامات اللي عملها شعب الاهلية من بداية الجامعة من تبرعات مختلفة علشان الجامعة توصل لي ما وصلت اليه يعني المجتمع المدني ما بيتأخرش يعني الاهلية دايما يعني عطقون يعني وبيبزلوا او ديهم اتمام كبير بالتعليم تمام بس كان دايما بينقصهم يا دكتور المايسرو او اللي يقدر يستقطب المجتمع المدني ويعرفوا يوظفهم ازاي الامكانياته وده حاجة صراحة براعة فيه نعم وده صراحة حاجة براعة فيه انك عرف تتلم الكتاع الخاص والمجتمع المدني انه يفيد فعلا جامعة المنصورة هو دايما هو وضع ثقته في المكان يعني نظر بالزبط تمام ده على مر الاصور منذ اللاشة في الجامعة يعني الحاجة التالسة برضو اللازم نعملها اسامات الدولة يعني الدولة على رغم من كل الظروف استمرت استمرات كبيرة جدا ده في الجامعة فيها احنا بنعمل يعني ماكس جراح للقلب وصدر الانتهاب في التعليفات ده الدولة صرفة علي تلتمية مليون جزء تبرع صغير جدا من احد الهالة ده ثم كمنا برضو مركز زراعة الكبد اللي بتعمل دلوقتي يعني احل المتبرعين تبرع الاول بستاشر مليون بنال لكن بعد كده الدولة يعني يعني ايه يعني ايه يعني فقامت رئيس وجه انه ده يبقى مشواقعه دولة صرفة علي لوحدة 260 مليون وهمى البنك المركزى او الدولةiliyor 200 وربعين المركزى каждый يعني يعني اسامات الدولة مع المجتمع المدني لازم تبرز برضو في recorder عليها فاللي remarkably كل من الظروف الا ان الدولة بسم مجالة احدى الصحاب لا تدخل على دخل او مع only rose حاجة التالتة برضو اسامات اعضاء التدريسي اللي grosse العمليون على مار ولم ثورة عشان تبقى الدولة يعني تبقى الجامعة وصلتINE كده زي مهارك قلت ان احنا استمينا مركز. اه اول في مثلا على في في الابحاث وكده. طي الموضوع جال ما تيجي تعمل هذا. لازم نوصف هذا ونقول الناس دي بذلت جهد عشان. اه يعني تلصل للجامعة لهذا كده. الاحتفالية بقى الاحداث احنا جزء من الدولة والدولة ليها رؤية في عشتين تلاتين. مم. وليها تنمية الهداف تنمية المستدامة السبعة صاشفة بالدولة. احنا بالدولة بتحاول تحققها في كافة المجالات وبالتالي. حتى لو عملنا عنشطة. الانشطة دي لاجي انتخدم هذه المحاول. الرؤية والفكرة ده. بالضبط كده احنا احنا عشي معانا يبقى لازم ان نستخدم هذه الانشطة علشان نزود وعي الطلبة وعطاء التدريس والعملين بالاحداث اللي الدولة عايزها يعني. طبع. ده كانت الفلسفة غراء الاحتفالية. ايه اتن الاحتفالية مشارك فيها كل الاطراف سواء المجتمع المدني الهيئة التاريس داخل الجامعة الطلاب كمان واعتقد الاهالي كمان هيشاركوا. لازم يفهم كده وإلا زي ما قلت لحضرتك هي يعني هي جزء الناس كلها بشاركة فيه مش مجرد الجامعة فقط. مجود محترم جدا وكل سنة وحضركم طيبين دكتور عشف عبد الباصر رئيس جامعة منصورة كل الشكر لتواجد حضرك معنا وربنا ووفقكم ان شاء الله بإذن الله في كل اشكال التطوير اللي بتتم في جامعة المنصورة تحديدا وفي كل جامعات المصرية عشان تعالى ان توصل الناس بقى من الجيل الرابع وتتواجد فعلا مع الجامعات العالمية واحنا نشوف حتى ممكن زيار سيادة رئيس الاخيرة وشكل من اشكال التعاون اللي هيتم كمان في مجال التعليم سواء ما قبل الجامعي او ما بعد الجامعي سيادة رئيس واخد موضوع بناء الانسان سواء الصحة او التعليم سواء التعليم ما قبل الجامعي التربية والتعليم او التعليم العالم مع دكتور خارب غفار مجهود كبير جدا زي ما دكتور اشرف قال الدولة مركزة قوي في موضوع التعليم وده ملموسة صراحة جدا في الجامعات المصرية خلصنا حلقتنا النهاردة ولكن دقايق هكون معنا زمانتنا العزيزة سمر ابراهيم واطلالة اخبارية